إنه هو بالإضافة لكده أشرته قبل الفاصل إلى وجود جماعات تكنولوجية دي حاجة جديدة فكرة إننا ممكن أكمل تعليم عالي ده متحلية جدا قوة حدثك هو ما ينفعش إن إحنا كوزارة تربيع وتعليم أو كدولة نقول لحد ما تخشش الجمعة بس الأول لازم ألبي احتياجة سوق العمل مش كل الناس لازم تخش الجمعة والمكان الزيارة ممكن يستمر في التعلم إلى الأبد كلنا بنستمر في التعلم إلى الأبد أنا سني كده لا كان عندي كمبيوتر ولا كان عندي حتى كالكوليتور وأنا أطالب في جمعة فلازم يعني إحنا بنعلم الطلاب دول أثناء بنعلمهم المهنة والمهارات المطلوبة بنعلمه كمان إزاي برائد أعمال وإزاي يعلم نفسه بنفسه وإزاي يبقى يعني بيطلب منه مثلا من الحاجات الجديدة اللي هي هتمتشر إنساء الله خلال السنوات القادمة في التعليم الفني إن الطالب كنت أقول إنه هو لازم يبقى فاعل في العملية التعلمية ولازم يشترك فيها دي بتخلي الطالب يستمتع بالدراسة لازم يعد بيان وكشف نسميه بورتفوليو أو ملف إنجاز بكل حاجة بيعملها في المدرسة من النوع الأنشطة العملية ويسجلها بنفسه بخط إيده أو باستخدام وسائل التكنولوجيا بالفيديوهات أو باللغة هي الفكرة جميلة وجهة فعلا دكتور هتشد الناس بس أنا مش متصور إن هي ممكن تكون معممة على نطاق وايساً ما أقول لحضرتك أنا يعني محتباً ما لا يترك كله يعني إحنا عندنا 2500 مدرسة من نوعيات مختلفة فمش هنقدر نعمل ده مباشرة فيه كله لك لما نعمل في بعضهم والفكرة تنتشر وطبعاً ما هواش تكنولوجيا الطبقية بس أخلص بس تكنولوجيا الطبقية وأحكي لحضرتك بنعمل إيه تاني في المدارسة التقليدية طبعاً ده كان إقبال يعني كويس جداً فيه يعني قدم 900 طالب وخدنا 124 أو 150 يعني فيه 750 راحوا حتاً الجديد بقى إن احنا أول سنة فتحنا تلات مدارس من مدارس التكنولوجيا الطبقية مع شركات كبرى وأول مدرسة اللي أنا بحكي عليها دي افتتحها سيادة الرئيس في زيارته للمنوفية افتتحها بالفيديو كان يعني لها أثر طيب جداً جداً اللي هو شجع بقية المستثمرين في البلد إن هما يشاركون في هذا المدمار يعني في التحديث ده جلنا اتنين مستثمرين آخرين ومن سبتمبر 2018 لغاية قبل بدء السنة الدراسية دي أضفنا 8 مدارس أخرى تبعاً عندنا 11 مدرسة من هذا النوع تخصصات أيفاً تخصصات بقى أولاً يعني معظمها صناعي لكن فيها مدرسة زراعية مع إحدى الشركات الكبرى في قطاع الاستثمار الزراعي الزراعة مهمة جداً جداً دلوقتي وهي جنة إن شاء الله مدرسة في مجال التصنيع الزراعي تصنيع الغذية وفي مدرسة في مجال الفنادق اللي هو الوجبات الجهزة أعداد الوجبات الجهزة الوجبات السريعة اللي هو الفاست فود يعني دي برضو مهمة جداً لأنه لما تشوف حضرتك عدد المطاعم اللي هي بتقدم خدمة الوجبات السريعة في مصر يعني عدد مهول مش أكتر منها مهول شكراً للمشاهدة